اشتركوا في القناة والأخبار مع الأستاذ عادل الصنهوري رئيس مدير تحريك جيد اليوم السابع هنتكلم عن أهم الأخبار اللي وردت في الصحف اليومية النيل مهم جدا لمصر ومفروض أنه غني بالصروة السمكية وكمان طبعا مياه النيل اللي غنى عنها وطبعا النيل هو هبة الحياة لمصر بس للأسف النيل مهان جدا في مصر وفيه تلوث كبير جدا وفيه تهديد للصروة السمكية في مصر عن يوم النيل النهاردة هيكون معنا المصور الصحفي مجد إبراهيم ونتكلم شوية على النيل كمان أستاذ حمدي عبد السميع هيكون منورنا أستاذ دكتور حمدي عبد السميع أستاذ صحة الغذاء بجامعات بنها نتكلم معا عن إزاي نقدر نحمي نفسنا من الأنفلوانزة الموسمية أو الحياة هي الأنفلوانزة المنتشرة جدا اليومين دول الناس كلها خايفة أولا بيجي لها أعراض بردة عادي بتفتكر أنه هو أو الخنزير فالناس كلها مرعوبة الحياة كمان هيكون معنا محمد القاضي النقد الرياضة هنتكلم معنا حاجات كثيرة جدا أهم الأحداث السرياضية اللي حصلت في الفطرة اللي فاتت وكمان هيكون معنا فقرة مهمة جدا عن تهديد كواكبات باختراق الغلاف الجوي للأرض هيكون معنا أستاذ دكتور علاء إبراهيم أستاذ فيزياء الفضاء بالجامعة الأمريكية هنعرف الموضوع ده يعني بجد ولا أي كلام موضوع اللي احنا كواكب وصخرة كونية والحقيقة انتشر على فيسبوك أو على سوشيال ميديا عمتا بس مش عارفين الموضوع ده بجد ولا هزال لكن اللي عافين هو بجد جدا أنه النهاردة فيه ظاهرة الحقيقة محدش عارف يحلها ظاهرة رباني بتحصل من غير محد يفهمها كل سنة في نفس المعاد الساعة ستة وتلت النهاردة أنه بتتعامد الشمس على وجه رمسيس التاني ده في معهد أبو سيمبل طبعا النهاردة حصلت احتفالية الساعة ستة وتهاتة وعشرين دقيقة تحديدا الحقيقة الموضوع بيحصل كل سنة لكنه بس المفروض الموضوع ده مدام بيحصل كل سنة وإحنا عارفين معاده مفروض أن يبقى فيه يعني تنشيط للسياحة أكتر نهتم بالموضوع أكتر ويبقى مفيد لنا يعني مفروض بس الظروف اللي في البلد مخليا أنه الموضوع صعب أنه ده يعني يساعد في تنشيط السياحة أتمنى يا رب أنه وليس الحاجات الصغيرة اللي احنا نتكلم عنها هي اللي ممكن تبقى موقفة السياحة اليومين دول السياحة بعافية شوية لكن نتمنى أنه السنة دي تبقى فاتحة خير السياحة ترجعتين لأنه بجد السياحة اللي في مصر تصرف على مصر بجد وعشان مش عشان بس السياحة اللي في مصر كمان بتصرف على مصر عشان عدد كبير جدا من المرشدين السياحيين ومن شركات السياحة يعني اللي ثلاث سنين تقريبا اللي فاتوا دول بجد حلهم واقف ومش عارفين هم بيعملوا ايه بيعملوا ايه بيعملوا ايه دلوقتي ده حقيقي ربنا يكون في العون ربنا يكون في عون خلينا نتلع لفاصل أول فاصل معنا النهاردة في نهارك سعيد ونرجع نبتلك على طول أول فقراتنا فقرة الصحاف والأخبار خليكم معنا